وقال الزهر كان من عادتهم إذا مات الرجل يلقي ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة يعني ابن الرجل المتوفى أو أحد أقاربه كما قلنا ياتي بثوب ويلقيه عليها معنى كمن يضع حيازة كمن يحوز أرضا يضع عليها جواميد أو يحفر حفرة ويقيم جدار أو غير ذلك أو كما قال العلماء في من يجني العسل الذي يبحث عن العسل في القبال وقد عسلا طبيعيا قالوا إذا وضع عليه علامة فلا يحل للشخص الذي ياتي بعد أن يأخذ هذا العسل لأنه لا يستطيع أن يأخذه في ذلك الوقت ويريد مدة حتى يجتمع هذا العسل ويحين قطافه ويأتيه المشتار الذي يجني العسل يسمى المشتار الذي يشتار العسل فإذا وضع عليه علامة فليس لأحد أن يأتي بعد ذلك ويأخذ هذا العسل فهو علامة للتملك وهذا ثابت شرعا وحكمة ترجمة نانسي قنقر